خططيا بقى في رأيي ان حصل تحول عند ريكاردو سوارش المدير فني الاهلي التحول ده حصل بعد مباراة بيراميدز الراجل كان بادئ بدايات جيدة وفيها ملامح فكر الضغط العالي استخلاص الكرة السريع كرات سابتة مميزة وان كان محافظة على الكرات السابتة المميزة في الاهلي بقى فيها شوية لعب وفيها شوية امور تكتكية جيدة لما خصل مباراة بيراميدز بدأ يلعب بالطريقة القديمة بتاعت الاهل اللي هو علق كرات النهاردة الاهلي عمل 40 لونج باس كرات طولية مصر المقصة عمل كم واحدة؟ 45 يعني زيك زي مصر المقصة رغم ان انت المفروض النهاردة كاهلي تلعب بثقة اكتر من مصر المقصة مصر المقصة زي بيقولوك ده بيطفش الكرة من مناطق الدفاعية عشان ما يبقاش عليه هجمات من نادي الاهلي وده حقه ده اتاك تيكي محترم يعني احنا اشدنا بمصر المقصة لابد ان اكرر ان الاشيادة اولا لمصر المقصة يعني كل كامير بقولوه على الاهلي انا بقولوه عشان الاهلي منافس على الدورة فانا بتكلم المنافس اللي على الدورة المفروض يبقى شكله عامل ازاي 40 كرة طولية ليه؟ ليه وانت عندك افشة في الملعب وعندك عبدالقادر وعندك حتى الولد محمد فخري لعب واعد وبيعرف يمسك الكرة وبيعرف يلعب على الارض ليه تلعب كرة طولية؟ وصلت لعب كرة طولية مين؟ معظم كرة طولية اللي راحت النهاردة من الاهلي راحت لاحمد عبدالقادر وفخري اللي هما اصلا ما الهمش في العاب الهوائية ازاي؟ ففيه اخطاء تكتيكية وفردية ده بعيد بقى عن القرارات الخطوة من بعض اللاعبين في التمرير او في استنام الكرة او الباص ده حطه على جنب ده دي قافة في الكرة المصرية بشكل عام مش عند لعبة الاهلي بس بس في حاجات بتوعب تحط عليها علامات استفهام اه اه يا سيدي والله صح الاهلي منهج بدنيا بس دلوقتي كل الفرقة بقيت تلعب ثلاثة ايام وراء بعض اه الاهلي عشان عنده الموروز بتاع البطلات افريقية والمشاركة مع منتخب مصر وخلافه بس الاهلي لا عنده مشاكل فنية جميع النادي الاهلي ليه الان النهاردة بعد الفوز بتلت نقاط انه هما حسين ان المستوى ده هيبقى في مشاكل في اداء الاهلي في مباريات ربما تكون اصعب شوية اصعب شوية على فكرة الاهلي في مبارياته هو عنده يعني هو خلص مبارياته الصعبة او على الورق صعبة على الورق بس هو بالمنظر ده كده كده كل المباريات اللي جاية للاهلي صعبة زي ما هي صعبة على الزمالك والبيرامينز والمتنافسين على الدوري عموما عموما مرة اخرى اشيادة كبيرة بمصر المقصة زي ما قلت لكم لو نتحدث عن الاهلي فنتحدث عن الفريق اللي بينافس على الصدارة بينافس على الدوري نتحدث عنه كثيرا بس أبداً لا نخفل حق مصر المقصة اللي لقى مباراة اكتكاية محترمة جداً النهاردة دفاعياً وحتى هجومياً هدت مرمى الآلي حتى اللحظة الأخيرة وكان ممكن على الآل يخرج بنقطة التعادل